لا جديد على طاولة مجلس الأمن بشأن اليمن ففي جلسته الشهرية المخصصة لتقييم الوضع في الشرق الأوسط لم تحضر الأزمة والحرب في اليمن كما كان الحال في جلسات مضت القضية الفلسطينية ومعها القضية السورية وما استدعته هذه الأخيرة من دور سيء لإيران كانت محل اهتمام معظم الكلمات التي ألقيت في جلسة مجلس الأمن بما في ذلك كلمة مندوب المملكة العربية السعودية السفير عبدالله المعلمي الذي شن هجوما قويا على دور إيران وانتقد تدخلها المستمر في شؤون المملكة ودول المنطقة دون أن يتطرق إلى اليمن تساند جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخالجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 مندوبة الأردن السفير دين قعوار التي تحدثت باسم المجموعة العربية تطرقت في كلمتها إلى اليمن وأكدت موقف بلادها المساند لمهمة التحالف العربي الالتزام نفسه عبر عنه مندوب مملكة البحرين الذي شدد على أن بلاده لن تحيد عن دعم مهمة التحالف العربي حتى تتمكن الحكومة الشرعية من إحكام سيطرتها على كافة الأراضي سيد الرئيس أما فيما يتعلق بما تشهده الجمهورية اليمنية الشقيقة فإن وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وتخليصه من التدخلات الخارجية تشكل أولوية من أوليات التحالف العربي وأن التزام مملكة البحرين بالمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سيستمر دون أي تراجع والانتحيد عنه أبدا مهما بلغت التضحيات فيما أسهب مندوب سلطانة عمان قليلا بشأن موقف بلاده من تطورات الأحداث في اليمن من زاوية تأثير الحرب على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتثمينه جهود المبعوثة الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من أجل عودة الاستقرار ودعوته كذلك الأطراف إلى دعم تلك الجهود من خلال الدخول في حوار حقيقي للتوصل إلى حل ينهي الأزمة تدني منسوب اهتمام مجلس الأمن بالأزمة والحرب في اليمن في مناقشات تعنى بالقضايا الساخنة في المنطقة يؤشر في نظر المراقبين إلى أن المجتمع الدولي لا يزال موقفه متماسكا حيال الأزمة في اليمن بانتظار تحول قد يدفع بالأزمة إلى مستويات جديدة من المقاربة الكفأة للحل